فإننا ندعو الأشقاء في دول التحارف العربي إلى تأسيس قوات النقبة المهرية من جديد يعود زعيم ميليشيا الانتقال المدعومة إماراتياً عيدروس الزبيدي بتصريحات تحريضية ضد المهرة والمحافظات الشرقية هذه المرة من أبو ظبي وأثناء لقائه مبعوثة مملكة النرويج إلى اليمن طالب الزبيدي بتفريغ محافظة المهرة ومديريات وادي حضر موت من القوات العسكرية التابعة للجيش والحكومة الشرعية وهي محاولة جديدة لإحلال ميليشيات أخرى تدين بالولاء للإمارات لم يكتفي زعيم الميليشيا بهذا بل طالب أيضاً بالسكمال تنفيذ اتفاق الرياض حد زعمه من خلال تغيير جميع محافظي ومديري أمن المحافظات الجنوبية وهي محاولة لفرض مسؤولين تابعين للانتقال في استهداف صريح وواضح لسلطة المحلية في المهرة وحضر موت التي تقف ضد مشاريع الملشنة والفوضى تصريحات الزبيد الأخيرة تزامنت أيضاً مع حملة إعلامية منظمة حاولت النيل من المهرة ورجالها وعلى رأسهم الشيخ علي سالم الحريزي بهدف تقديم مبررات لإسقاط المحافظة بيد ميليشيا الانتقالي تستمر أبو ضبي ومن خلفها الرياض في استخدام جميع الوسائل التحريضية والدفع بأدواتها للنيل من المكونات والرموز المهرية الرافضة لوجود أي قوات أجنبية في المحافظة لكن تلك المحاولات كان مصيرها الفشل في كل مرة أمام إجماع كل مكونات المهرة على النأي بالمحافظة بعيداً عن مشاريع الفوضى التي حدثت في أكثر بمحافظة جنوبية